السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ستوي معكم ذات روية يا أخوان اليوم عندنا مبارات الهلال والأخدود إن شاء الله قلت صحي فقالوا للمقطع لا تسألك سبسكرايب وخلوكم مع المقطع بسم الله الرحمن الرحيم عادة جوعة الخيرة الأخبار الأخيرة يعني قالت إن سعود عبد الحميد أوت يعني واضح من الحين لا هو في التشكيل الأساسية ولا هو في التشكيل الاحتياطية بس ممكن الصفقة تفشل ترى ممكن تفشل لسبة فشلة يمكن 5% الصدق إذا راح سعود ما معناها يا عيال معناها بيجي ناكا نسلو بيروح لودي بيجي متعب الحربي أنا راضي صراحة الشيء اللي مرة كان يمزع عني إن سعود راح انتقال ما راح يعارة والله كان شيء جدا 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 مزع عني يعني أتمنى أن يروح موسم مثلا ويرجع نهاية الموسم ويلعب كالس العالم معنا والله العظيم بس يا الله عوافق حصل خير بالتوفيق لسعود عبد الحميد يعني ما عليكم من الناس اللي يتكلموني يقولون والله سعود خير مدلوش يا أخي احتراف يا أخي ويواله إلى ضغط من البداية بلبو هذي آه يا أخي الخلود ولا الأخدود يا عيال أين الأخدود الأخدود عاد اليوم يا جمعة تخير العرضيات سلمنا عن العرضيات سلودي سار وشهران يمين جي جي والله والله أستغفر الله ولا عرضية صح على تشكلة هلالي عيال في عبدالله الحمدان ما شاء الله ألا في عبدالله الحمدان بس كويسن محمد قحطاني ما خفل فرصة قاعدين عبدالبنيشيل حين في عبدالله الحمدان يعني في لسه يعني حلوه هذي لو هاتخذ شالله يا سالم سالم خلوه يالله ماذا هبو قحط غريب الكورة عبدالله الحمدان لماذا جلىها كذا لماذا غباء الليل حلوه يا سالم لماذا يا حمدان قد لا حد احذر حد اعطوه اشتركوا في القناة 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 لا تلعب باللعبية سريعين لا تلعب عرضيات أمو بتبني هاجمة وتبني اللعب يا أخي صعب طيب يا أخوان وصلنا نهاية المقطع شكرا لكم على المتابعة كم معكم بذترو وانتصر الهلال ضد فريق أحسن أحسن فريق الخدود أترككم على خير إن شاء الله السلام عليكم